نروح لخبرنا الأول وهو له علاقة بكرة السلة 3 على 3 بناتنا سفره خلاص أو يعني خلاص سفره في بطولة كأس العالم 3 على 3 واللي بتتلعب في النمسا من 30 مايو والحد 4 يونيو اللي جاي بإذن الله طيب عندنا 3 بنات أو 3 لعبات من عندنا من النادي الأهلي بيشاركوا مع الفرقة وهي ثوريا محمد نادين السلعاوي رانيم الجداوي 3 من أصل 4 الفرقة بيكون 4 لعبات 3 منهم ثوريا محمد نادين سلعاوي رانيم الجداوي دول التلاتة اللي بيشاركوا من أصل أربعة ده طبعا منتخبنا الوطني طبعا ودي تاريبان هاجر طبعا لعبة نادي سبورتينج بتشارك معه أول مباراة أول مباراة هتكون مع مدير الفني طبعا كامتر محمد محروس هيلعب أول ماتش في المجموعة في كأس العالم هيلعب طبعا أو هيلعب يعني أو بيلعب دلوقتي لا الماتش بيتلاعب دلوقتي الماتش بدأ الساعة 8 اللي تلت ونبلغ حضراتكم بنتيجة أول ماتش بعد ما يخلص بإذن الله نتيجة دولة 19-18 لمصر تمام 19-18 لمصر المنتخب يضم بين صفوفه زي ما قلت حضركم ثلاث لعبات مصر معها في المجموعة بولندا ألمانيا ليبان استراليا أنا عايز أقول لكم دي طبعا مجموعة مصر التلاتة على ثلاثة مش بالأسامي يعني إيه يعني إنت طبعا هتقول ده ألمانيا بولندا لا لا أوقات كتيرة جدا بتيجي فرق يعني مش موجودة على الساحة وتلاقيها خد الكأس العالم فتلاتة على ثلاثة مش بأسامي الدول الكبرى في كرة السلاتات على ثلاثة شأن آخر غير خمسة على خمسة طيب زي ما قلت لحضراتكم أنه عندنا طبعا ده كابتل محمد محروس ابن نادي سبورتينج السابق هو المدير الفني وله خبرة كبيرة في تلاتة على ثلاثة وأيضا ليه خبرة خمسة على خمسة وكان مدير فني كمان نادي سبورتينج سيدات لفترة طويلة الحقيقة أنا لعبت أرصاد كابتل محروس يعني فترة طويلة وبالمناسبة كابتل محروس اللي كسب معهم بطوط أفريقيا اللي فاتت في شهر 12 اللي فات يعني هو أحد من أفضل مدربين السيدات في مصر والحقيقة شرفت أنه أنا لعبت معاه أو لعبت أصاده كابتل محروس من المدربين المكتهدين جدا جدا ده بالإضافة للمنتخب واحد عندنا هدفين عندنا طوال مصر فازت ألف من يوم مبروك فازت تسعتاشر تمنتاشر واحد وعشرين تمنتاشر آسف واحد وعشرين تمنتاشر اللي بيجيب واحد وعشرين بيفوزي إما الوقت بينتهي الأول ولكن هي مصر جابت واحد وعشرين أول فوز مبروك أول فوز تلاتة على تلاتة بلغوني دي أول مباراة في الفوز في مجموعتنا بولندا ألمانيا اليابان أستراليا كل التوفيق طبعا لمنتخب تلاتة على تلاتة والبطولة تخلص يوم أربعة ستة ومنتظيم من هذا الفريق إن شاء الله أنه ممكن يحقق مداليا للأ